شارك المهندس طارق الملة وزير البترول والسروة المعدنية في فعاليات اليوم الثاني من اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة وخلال جلسة وزرية نقاشية ضمت وزراء الطاقة في 44 دولة دعم الملة أو دع الملة إلى ضرورة التعاون والتكامل لتهيئة الظروف المناسبة للقارة الإفريقية لتحقيق التحول الطقي بشكل متوازن وواقعي يراعي متطلبات القارة وأوضاعها الاقتصادية والمعيشية مؤكدا أهمية الدور العالمي في توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة للقارة الإفريقية دعم لها في الحصول على طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية